بسم الله الرحمن الرحيم نحن رياضة ومدارس الوطن العربي المدرسة الفاضلة سنقدم لكم اليوم ان شاء الله درس الرياضيات عن الطرح ضمن منزلتين إذا كنت أملك ست بلونات وانفجر منها ثلاث احد اثنان ثلاث كم تبقى لدي؟ ثلاث الطرح هو عملية النقصان فمثلا إذا كان لدي خمس طقيات وأخذت سارة طاقيتان واحد اثنان كم يتبقى لدي؟ ثلاث الطرح ضمن منزلتين الطرح يعني النقصة نتذكر معا عن طريقة الطرح على الأصابع نضع العدد الكبير على أصابعنا ومن ثم نطرح منه العدد الصغير نبدأ بالمثال عن الطرح إذا كان لدي عامر ثم بلونات أخذت منه أبرار ثلاثة فكم بلون بقيام عامر نضع على أصابعنا العدد الكبير وهو ثمانية ونأخذ منه ثلاثة يتبقى لدينا خمس أصابع وهنا أيضا نلاحظ في الصورة يتبقى لدينا خمس بلونات فقط هيا ضع على أصابعك أنت ثمانية واخذ منها ثلاثة يتبقى لديك خمس الآن لنبدأ الحل مع لعبة الخط خطان نضع خط تحت العشرات وخطان تحت الأحد هنا ستة وأربعون ناقص ثلاثة وعشرون خط تحت العشرات خطان تحت الأحد خط تحت العشرات خطان تحت الأحد نبدأ بالعشرات أربعة ناقص اثنان ضع أربع أصابع على يدك واطرح منها اثنان كم أصبع تبقى لديك اثنان إذن الجواب نضحه في العشرات اثنان ثم نأتي للأحد ستة ناقص ثلاثة ستة ضع ست أصابع على يدك وثلاثة نقصها منها كم يتبقى لديك تبقى لديك ثلاثة نأتي لنرى نموذج العد أخذنا من العشرات اثنان تبقى لدينا اثنان وأخذنا منها ثلاثة وتبقى لدينا ثلاثة إذن الجواب ثلاثة وعشرون ونقص اثنان وثلاثون نتذكر لعبة الخط خطان خط خطان خط تحت العشرات خطان تحت الأحد خط تحت العشرات خطان تحت الأحد ثم نوصل العشرات مع العشرات خمسة ناقص ثلاثة ضع خمسة على يدك واطرح منها ثلاثة كم أصبع يتبقى لديك اثنان إذن الجواب في العشرات اثنان نأتي للأحد ثمانية ناقص اثنان ضع ثمانية على يدك واطرح منها اثنان كم يتبقى لديك؟ يتبقى ستة إذن الجواب ستة وعشرون أما الطرح العمودي للأعداد من نزلتين فنبدأ بالمثال الأول سبعة وثلاثون ناقص أربعة وعشرون يساوي فرق نبدأ نضع فاصل أو حاجز بين الأحد والعشرات نضع حاجز حتى لا يتدخلان نبدأ بالعشرات ثلاثة ناقص اثنان كم يساوي؟ يساوي واحد أما سبعة ناقص أربعة ضع على يدك سبعة ناقص منها أربعة كم يساوي لديك؟ ثلاثة إذن الجواب الأخير وثلاثة عشر أحد مثال آخر حل المسألة ثم حولها إلى عمودي المسألة بالأفق ثلاثة وسبعون ناقص واحد وخمسون نوصل العشرات مع العشرات سبعة مع الخمسة سبعة ناقص خمسة كم الجواب؟ اطرحها على أصابعك الجواب اثنان ثم نأتي للأحد ثلاثة ناقص واحد كم يساوي؟ أيضا اثنان إذن الجواب اثنان وعشرون عندما نحولها إلى عمودي نأخذ الرقم الأول ثلاثة وسبعون نضعه ثم نأخذ الرقم ناقص نأخذ الرقم الثاني واحد وخمسون نضعه تحته نضع الأحد تحت الأحد والعشرات تحت العشرات ثم يساوي نضع الآن حاجز بين الأحد والعشرات نطرح الأحد مع الأحد والعشرات مع العشرات العشرات سبعة ناقص خمسة اثنان والأحد ثلاثة ناقص واحد أيضا جيدا يا أبطال مع تمنياتنا لكم بالصحة والنجاح ولا تنسوا حل الواجب البيت إلى اللقاء